حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار فقال هل لاك مال قلت نعم قال من أي المال قلت من كل المال قد آتني الله عز وجل من الشاء والإيئب قال فلترى نعم الله وكرامته عليك فذكر نحو حديث شعبة حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أباء الأحوص يحدث عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال هل لاك مال قال قلت نعم قال من أي المال قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم فقال فقال إذا آتك الله مال فليور عليك ثم قال هل تنتج إبل قومك صحاحا أذانها فتعمد إلى موسى فتقطع أذانها فتقول هذه بحر وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك قال نعم قال فإنما آتك الله عز وجل لك وساعد الله أشد وموسى الله أحد وربما قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موسىك قال فقلت يا رسول الله أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم أقرياه قال أقره حثنا وكيع قال حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك من مال قال قلت نعم من كل المال قد آتني الله عز وجل من الإبل ومن الخيل والرقيق قال فإذا آتك الله عز وجل خيرا فليور عليك حدثنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن اللتيمي قال حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحواص عن أبيه مالك ابن نضلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفل فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك حثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا قال سمعت أباء الأحواص يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشيف الهيئة فقال هلاك مال قال قلت نعم قال فما مالك فقال من كل المال من الخيل والإبل والرقيق والغنام قال فإذا آتاك الله عز وجل ما لم فلير عليك فقال هل تنتيج إبل قومك صحاحا أذانها فتعمد إلى الموسى فتقطعها أو تقطعها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك قال قلت نعم قال كل ما آتاك الله عز وجل لك حل وساعد الله أشد وموسى الله أحد وربما قالها وربما لم يقلها وربما قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد أحد من موسىك قال قلت يا رسول الله رجل نزلت به فلم يقرني ولم يكرمني ثم نزل بأقريه أو أجزيه بما صنع قال بل اقره حثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحواص أن أباه آتا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشعث سيء الهيئة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا كمال قال من كل المال قد آتني الله عز وجل قال فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن ترى عليه